أسبوع حاسم يرتقب أن تمر عليه المحطة التي تسبق استحقاق الرئاسيات في ليبيا فعلى وقع الأخبار المتداولة حول الاستقالة المفاجئة للمبعوث الأممي يانكوبيتش تشد الأنظار نحو مصير الاعتراضات التي صاحبت ترشح شخصيات لا تتحفض بشأنها أطرف عديدة داخل ليبيا فحسب بل تتواجد على شفى مقصلة القانون بيد أنها تواجه متابعات قضائية في الداخل كما في الخارج يزداد المشهد غموضا بتأكيد رئيس مفوذية الانتخابات في ليبيا أن نص القانون واضح فهو يقصي المترشح المحكوم عليه حكما نهائيا فحسب كرد على رسالة المدعي العام العسكرية التي طالبت فيها الهيئة بإلغاء إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفطر لتلقي المفوذية بمسؤولية الكلمة النهائية بشأنهما إلى السلطات القضائية جدل تصاعد صداه نحو مجلس الأمن الذي يعقد جلستي إحاطة حول الوضع في ليبيا يتصدر فيها ترشح نجل الزعيم الليبي معمر القذافي سيف الإسلام محور النقاش لسيما وأن الإحاطة يقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فيما كان رئيس البعثة الليبية في الأمم المتحدة قد التقى مسؤول الهيئة قبيل الجلسة ويأتي بحث مجلس الأمن مسألة ترشح سيف الإسلام القذافي مع مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية موازاة مع تأكيدات قدمتها الهيئة على أن الوضع القانوني لسيف الإسلام لم يتغير وأمر القبض عليه لا يزال ساريا اشتركوا في القناة